بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة الرابعة مشكلات وقضايا الوقاية من الإعاقة ونتناول الدرس الخامس الوقاية طبعا تبدو أهمية الوقاية من الإعاقة في تجنب الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تحدث للفرد والإعاقة والذويه ومن هنا جاء اهتمام كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة ببرامج الوقاية من الإعاقة خاصة إذا تذكرنا إمكانية تجنب أكثر من 50% من حالات الإعاقة إذا ما اتخذت التدابير والإجراءات الوقاية لو تناولنا الآن البرامج الوقاية والتي قد تعمل على التخفيف من نسبة الإعاقة أول هذه البرامج برنامج الإرشاد الجيني ويتضمن هذا البرنامج مساعدة الآباء والأمهات الذين هم في مختبل الزواج أو الذين حدثت لديهم حالات من الإعاقة على معرفة بعض المعلومات ذات العلاقة ونقصد هنا توعية الأباء والأمهات حول أثر العوامل على الإعاقة مثل أثر العوامل الوراثية والصفات السادة والمتنحية مثل اختلاف العامل الرائزيسي ثانيا برنامج العناية الطبية أثناء الحمل يتضمن هذا البرنامج مساعدة الأمهات والحوامل وتوعيدهم عول العوامل التي تؤثر على إنجاب أطفال ذوي إعاقة وتجنب ذلك ما أمكن وهنا نقصد توعية حول أثر العوامل ارتبطة والتغذية مثلا أثر سوء التغذية على الأم بيان أثر إصابة الأم بأمراض مثل الحصبة الألمانية لو تناولنا ثالثا برنامج توعية الأمهات للحد أو التقليل من فرص الولادة المبكرة هنا نتحدث عن توعية الأمهات وتزويدها بالمعلومات الأساسية التي تحد من احتمالات حدوث الولادة المبكرة إذ نقصد هنا أن الولادة التي تتم قبل انقضاء مدة الحملة الطبيعية ونتيجة لذلك فإن طول الطفل ووزنه يكون أقل من المعدل الطبيعي للطفل العادي كما أن استعداده للإصابة بالمرض أو الإعاقة يكون أكبر أما برنامج توعية الأمهات حول العناية الطبية والولادة في المستشفى تعود حقيقة كثير من حالات الإعاقة إلى قلة العناية الطبية بالأم الحامل وإلى الولادات التي تتم في البيوت وما يصحب أحيانا مشكلات مرتبطة بعملية الولادة أيضا نكمل مع توعية الأمهات حول أهمية التشخيص المبكر حقيقة هناك بعض مظاهر الإعاقة تبدو واضحة بطريقة كبيرة منذ الولادة لكن قد يشك في بعض المظاهر التي تبدو على الطفل الوليد والتي تدل على احتمال حدوث إعاقة ومن هنا فكان لابد من توعية الأمهات حول المظاهر التي يجب الانتباه لها مثل حالات كبر حجم الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو اتحام عظام الجمج وعند الولادة أو مثلا حالات الطراب التمثيل الغذائي برنامج توعية الأمهات حول التطعيم طبعا هذه التطعيمات مهمة جدا للوقاية من عدد من الإعاقات مثل شال الأطفال مثلا أو السعال الديكي الحصبة الألمانية الحصبة وهذه ربما تكون من أسباب حالات الإعاقة وإذا ما كان هناك تقيد من الأم بتطعيم أطفالها في الوقات المحددة ربما يحدث عندي مثل هذه الأمراض التي قد تسبب الإعاقة آخر شيء برنامج توعية الأمهات والأباء حول موضوع السلامة العامة وهنا هذا البرنامج يتضمن توعية الأباء والأمهات حول كيفية استعمال الأدوية التي تشكل خطرا على حياة الأسرة أو إصابتها بأحدى مظاهر الإعاقة لو انتقلنا الآن لنتحدث عن مشكلات التي تعاني منها الدول النامية في مجال الوقاية من الإعاقة أول شيء انعدام أو عدم كفاية البرامج القائمة حول الوقاية والعوام المسبب للإعاقة أيضا انخفاض الوعي الصحي والتعليمي لدى نسبة عالية من السكان أيضا إن غالبية السكان في الدول النامية هم من الفئات المحرومة واعتبار خدمات الوقاية والمعالج لذوي الإعاقة في أدنى سلم الأولويات لدى الكثير من المجتمعات النامية وأخيرا غياب المعلومات الدقيقة حول الإعاقة وأسبابها والوقاية منها لدى المجتمعات النامية لو تناولنا أهداف برامج التدخل المبكر لأسر ذوي الإعاقة هناك أعدد من الأهداف ونتناول بعضها كما هو مكتوب لدي برامج العلاج النفسي هذه تساعد الأسر على فهم مشكلاتهم كأباء الأطفال ذوي الإعاقة كيفية التعامل مع أطفالهم ذوي الإعاقة فهم إمكانية الطفل وتقديرهم لهذه الإمكانات دون التركيز على أوجه الضعف فيها أيضا لدي برامج تدريب الأسرة هنا نساعد على الأسرة كيف تقوم بتدريب أطفالهم ذوي الإعاقة على المهارات وتطوير هذه المهارات أيضا آخر شيء برامج المعلومات هنا نزود الأسرة بمعلومات وحقائق حول حالة ابنهم ذوي الإعاقة حيث تحتاج الأسرة للمعلومات حالة طفل ومعاق وهناك كثير من المؤتمرات الخاصة بالمعلمين والأسر التي من الممكن أن تزود الأسر بمثل هذه المعلومات شكرا للمعلومات